انتو عارفين الدعوة الى ترك السنة معناها ايه؟ معناها هدم الدين خدوها مننا واضحة الدعوة الى ترك السنة بالمطلق هي هدم للدين بالمطلق الدعوة لترك السنة بالمطلق هدم للدين بالمطلق هو نقض لأول ركن من أركاد الإسلام شهادة ألا إله الله وأن محمد رسول الله وقرتلكوا قبل كده وكرر تاني كان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بنية الإسلام على وما يعدش وما يقولش خمس ولا ست ونبتدي احنا بقى نعد بقى احنا وأولادنا ونقول شهادة أن لا إله إلا الله ونعد واحد ونرجع على السباعة التاني أن محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة سوم رمضان حج البيت فنعد ست مثلا كان ممكن يقول بنية الإسلام على ست وده قال لي خمس وتجي تعد الخمس تلاقي لو جنا من وراء هتلاقي من عد التنازولي الحج هتلاقي الصيام هتلاقي الزكاة هتلاقي الصلاة هتلاقي أنك قدام الشهادتين ركن واحد فمن رفض رفض السناتة كمن رفض نص الركن الأولان من أركان الدين يبقى ستاقلوا البه إيه مش مسلم يعني معنا كده سلم عبد الجليل بيكفر القرآنيين بالمطلق وبالمجمل وبالعموم من أصر على رفضه للسنة النبوية الشريفة جملة وتفصيلا يكفر تابل بمطلق وبالجمل لكن فلان القرآن كافر ما قدرش أقول دياً لازم أعود معاه ولازم ينتفي عنه الجهل وفهمه ووضح له وما يكونش عنده شبهة ما يكونش مقرة ما يكونش مدفوع ما يكونش مدفوع وانتو عارفين يعني إيه مدفوع ورب نسلم اللهم أمين في النهاية يا سادة عشان ما تقولش أكثر من كده الطاع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله